عايز اقولك على معلومة ممكن اول مرة في حياته اقولها بالنسبة للموضوع انك انت بتاخد معلومة كابتن حسام وانت كنت صغير مما كنا في منتخب اخر مرة في منتخب مصر ما كانت شاوي غريب كان الساعتها صلاح بيلعب في تشالسي صلاح كان في الوقت ده مكانش بيلعب فكانت الثقة مكانتش زي دلوقتي كانت يعني ثقة مش موجودة مش موجودة لكن هو طبعا قيمة من هو صغير على فكرة فالانا عايز اقوله ان صلاح اول مرة اقول الكلام ده كان كابتن شاوي غريب كان عامل تعرف في وقت كده المتفعيل لوحدهم والمهاجمين فكان صلاح كان دايما بروح بالانفراد يضيع عليه انا كنت بلعبه وكان الحضري موجود والشناو والشريف كانوا بيلعبوه فبالتالي كان يقرب يقرب ورح حاطت في جسمي بيقرب اوي زي ما انت قلت الجملة دي انا فاكرها وافتكرت كمان موضوع صلاح كنا ماتش اعتقد سنغال في سنغال ففيه تمرين بنستعد لماتش سنغال وبتسوانا فقلتولا صلاح بص انت بتروح للجل في جزء من الثانية بتروح كويس جدا بس ارفع راسك فوق ودايما دايما من بعيده وانت بتمشي بسرعة حط ببطنك لك في البعيدة والله العظيمة ميدو ده حصل وابتدى فعلا صلاح يعمل ده بروح يروح يروح وحاطت ببطنك لبعيدة ليه ليه انت شفت جوان ميسي ما هياش فيها قوة ولا عافية ولا الكلام ده كله هو بيروح وبيحط ببطنك لبعيدة عن حالس اما انا النهاردة زي ما انت قلت اتقرب مني خلاص انا عفلت وهعمل البلوك بتاعي حتى لو انا طلع غلط هتيجي في جسمي انت كحالس بتتمنى ان المهاجم يقرب لك يقرب لي جدا يعني انا النهاردة لما اجي مثلا مسافة بيجير جدا انا بستنى بستنى وفجأة بقرب المساحة بيني وبينك لما اتقرب بيني اوي خلاص انت كده دخلت المصادة بالنسبالي ليه لو حطتها تجي في جسمي لو رقصتني انا قريب اعرف مين المهاجم الوحيد اللي جي في العالم كسر القاعدة دي رونالدو برازيلي